اهلا بكم في اول فيديو لينا النهاردة 1-1-2021 كل سنة وحضراتكو طيبين كل سنة وانتو سعداء كل سنة وانتو بتحققوا كل احلامكو وامنياتكو وكل حاجة نفسكو فيها انا قررت عمل فيديو النهاردة عن ازاي نستقبل سنة 2021 ازاي نقدر نحقق كل احلامنا وطموحاتنا واملنا بغض نظر عن موضوع بقى حظوظ برجنا او طوقعات البرج بتاعنا فقررت ان احنا نتكلم عن ازاي نقدر نستغل الباور والطاقة اللي في بداية السنة نحنا نحط قدامنا خطة او بلان ان احنا نقدر نوصل لامنية اللي هنفسنا فيها في عام 2021 طبعا انا كنت فخورة مبارح جدا 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 يا جماعة الاحتفالية بتاعة مصر كنت فخورة بشكل ان مصر بتنور كان بجد احتفالية فاخرة كده فخمة طليق باسمه مصر كنت مبسوطة جدا ما شايفها الكبري بتاعها تحية مصر هو بينور كده وبيبقى يعني مليان طاقة وفحست انها سنة مليانة طاقة حتى النهاردة الجو كان مش مست كده بلاس كمان ان سنة 2021 بتبتدي بيوم جمعة ده بيخلي فيه بركة كده بيخلي فيه يعني تخياله السنة الجديدة بتبتدي بيوم جمعة طيب النهاردة هنتكلم عن ازاي نقدر نحدد او ان احنا نستقبل السنة الجديدة ونعمل لنفسنا بلانز ويعني بقى عندنا دروس قوية ومحافزة لبداية العام الجديد اول حاجة او ممكن نسميها نصايح السنة الجديدة او نصايح العام الجديد طبعا انا شايفا ان 2021 ان شاء الله هتكون سنة تفاقل وسنة تحقيق احلام علشان كده كل واحد فينا لازم يركز هو عايز يوصل ايه بحياته فقالوكوا شوية tips او نصايح كده انا دي اتنين نصايح بيرسنالي مني انا راشا مراد ليكو تعملوا ايه وخاصة انا بتدايق جدا منلاقي ناس بتديني طاقة سلبية وقولوا لا استحالة وموضوع مستحيل وعمرنا ما هنقدر نوصل لأحلامنا وطمحتنا فيا جماعة بلاش طاقة سلبية خالى عندكو طاقة ايجابية طيب ايه هي بقى اهم النصايح او ازاي نودع سنة 2020 بكل اللي حصل فيها هي ما كانتش ممكن نقولك كانت سنة سخيفة اكيد حصل فيها حاجات حلوة وتعلمنا فيها دروس كتيرة وتعلمنا ودت لنا حاجات حلوة وكان فيها ممكن مواقف مزعجة فاحنا خلاص بعيدين ننسى الماضي وعايزين ما نعودش نفكر في الماضي يعني اول حاجة اول نصائح عايزة اقولهالكو متبصش وراك متفضلش كل شوية تبص وراك متفضلش كل شوية تنظر الى الماضي بالعكس ركز في اللي قدامك اللي حصل حصل واللي فات فات رايك في الاغنية دي اللي راح راح واللي فات فات واللي حصل حصل اغنية رهيبة اول حاجة عايزة اطلبها منكو انتوا تكونوا محددين. لازم نجيب ألم. وورقة. يعني ورقة و ألم. ونكتب بقى حاجات كثيرة قوي هقولكو عليها. أول حاجة you have to know your passion. اعرف هو شغفك ايه. يعني انا كراشب نفسي في ايه. انا بحب ايه. نفسي في ايه. ايه هو شغفي. تخيلوا يا جماعة ان في ناس لحد اللحظة اللي احنا عادين فيها. ما يعرفوش هم عندهم passion او شغف ايه. انا عرف ناس ما يعرفوش هم عندهم passion في ايه. فنصحت لك عشان تعرف شغفك. عشان تعرف انت نفسك في ايه. او ايه طموحاتك. او ايه احلامك. جرب. جرب حاجات كثيرة. جرب. جرب ودخل في تجارب كثيرة عشان تعرف شغفك. عشان تعرف انت عايز ايه أصلا. لان اكبر مشكلة ان انت ما تكونش محدد هدفك. ان انت تكون بلا هدف. ماشي هلاهلي كده. او عشوائي. فلازم يكون عندك target. او عندك هدف. او عندك أمنية. احنا هنركز وهنسع عليها. يبقى قعدة رقم واحد. اعرف passion بتاعك. واعرف حدد أهدافك. وحدد أ نياتك. وحدد أحلامك. اوكي. طيب. وفي حاجة تانية يا جماعة. فيه ناس بيبقى عندها very high expectations. يعني بيبقى عندهم توقعات عالية قوي قوي. فالتوقعات دي مش بتبقى منطقية. او مش موضوعية. فبيتتري لما بيحققهش مثلا. انت مثلا تكون ايه. انا عايز اكسب 20 مليون جنيه. طب مش يا جماعة. هو. انت اصلا بتكسب كم دلوقتي. وانت لازم ما تيجي تحدد أهدافك في السنة الجديدة. او اهدافك. طموحاتك. احلام لازم تكون step by step. ا او حاجة منطقية وموضوعية. لان طبعا هي لو حاجة very high expectations. او حاجة عالية قوي. انت ممكن تفشل فيها. فتبقى متضايق وحاسب بالإحباط. فلازم لما تيجي تفكر تفكر بطريقة يعني موضوعية حاجة achievable. achievable يعني انت عارف ان انت مش بقولك تبقى تبقى هدف صغير وتافه. او حاجة صغيرة سهلة جدا. لأ. انت لازم يكون عندك أهداف كل حاجة. بس أهداف منطقية سهلة التحقيق. اوكي جماعة. طيب. يبقى اولا. كل حاجة اهداف الباشن بتاعك. تاني حاجة. هو ان انت. هو القعدة رقم واحد ان انت بعد كده بقى ايه. لازم ترسمه الطريق. مش هركز بس على الخطة. لأ انا ركز بقى على ال plan بتاعتي. يعني ازاي اوصل الهدف. مش هبقى حاطت هدف وبعدين فين ال plans بتاعتك. zero plans. انت بتعمل ايش انت اوصل الهدف. ما بقى اعملش. انا سايبه لربنا. زي مثل واحدة تقول لي ايه. قابلت وانت كده تقول لي انا نيوسي يكون influencer مشهورة ويوتيوبر وعندي channel وعندي. وعندي fans وعندي حاجات كتيرة جدا. وهنافس. ده انا هقعد ناس كلها في البيت. طب اوكي حضرتك بقى. يعني قولي اعملت لش انت بدأتي. بس انا هكون كده. مش حضرتك بدأتي. اه لا. عندك channel اصلا. عارف انت عايزة تقديم ايه في channel بتاعتك. طب بعدين. يبقى احنا لازم يبقى عندنا plan او طريق او خطة او نظام. نمشي عليه علشان نقدر. نوصل لصال target او للهدف اللي احنا عايزينه. يبقى انا مش هحدد الهدف بقى وضع احط ايديها لخدي. او بقى الهدف ما بيجيش ليه يا جماعة. اوف في ايه. لا مانا لازم لما حط هدف. ابدأ بقى اشتغل على الهدف ده. او اشتغل على الامنية دي. اشتغل عليها اللي هو ابز المجهود. اعمل خطة. اعمل نظام. وكل يوم اشتغل. كل يوم زي مثلا. انا عايزة خس مثلا. انا كراشا عايزة خس. هديكم ده ده مسال الهدف بتاعي. انا عاي دلوقتي فنقول 80 كيلو. انا قلت لأ انا عايزة وزني بقى 50 كيلو. هل يعني عايزة خس 30 كيلو. 30 كيلو ده كتير جدا ان انا اخسهم في سنة. انا عايزة خس سنة 2021 تلاتين كيلو. كب ماشي. انا بقى كراشا عملتين. هل ماشي على الهدف? هل? يعني اول حاجة لازم الهدف بتاعي منطقي. ولازم منطقي يعني بقى انا عندي خطة اللي ماشي علي. يعني اول مثلا انا عندي 12 شهر. كل شهر انا هنزل خمسة كيلو. ساري. هنزل 3 كيلو مثلا يبقى تلاتة في تلاتين اه يعني تلاتة في عشرة تلاتين اه تقريبا. يعني يبقى انا لازم انزل كل شهر تلاتين كيلو. يبقى انا عشان احقق الهدف ده. محتاج ايه? يحد بيقول ايه اخسي فعلا. لا لن اقبل. يا جماعة انا الكاميرا هي المتخنين والله. تقولوش انا اخس دي خالص. طيب يبقى عشان اخس محتاج ايه? محتاج اجعل عبرياضة. محتاج اشترك في الجم. ما عنديش امكانيات اشترك في الجم. انزلت ماشية تحت البيت. م محتاج انا نعمل دايت. اكل بروتينز اكتر. قال الكربوهايدريت. محتاج اممكن لو ينفعوا عندي الامكانيات انا نروح للدكتور التغذية. اه محتاج انا مثلا اشجع انا وصخابي نعمل جروبس على الواست هاب ونعمل نشجع بعض مثلا على ان احنا نخس. يبقى انا محتاجة ان انا يبقى عندي بلان. اما انا مفعش اقول انا عايز اخس وهخس. طب بتعملي ايه? بقى باكل كل يوم عشر وجبات كلها فاتس كلها مش بلعب كارديو مش بروح الجم مش بلعب رياضة. انا كده مش اخس. يبقى انا ما يفعش اقول حاجة مستحيلة واقع بقى ايه حاطة ايه على الخدي. لازم يكون عندنا خطة. طيب. في برضو قاعدة مهمة جدا جدا. وهي اه ان انا اعرف ايه العيب اللي انا عايز اشتغل عليه. دي حاجة مهمة او ايه يوبي. يعني العيب اللي انت لازم تتخلص منه. علشان تقدر تصل اللي انت عايزه. مثلا انا كرشاك سهولة جدا. وبأجل بفضل اجل حاجة البكرة للبكرة بسوف يعني. برضو لازم تعرف ايه العيوب اللي انت تشتغل عليه. هات ولق وقلم وكتب عيوبي التي يجب ان اتخلص منها في عام 2021. رقم واحد بطيقة. رقم اتنين كسولة. رقم تلاتة. اه مثلا اه يعني معرفش بقى ممكن بس انا انا عيوبي مثلا يا جماعة انا كسولة جدا ومبطيقة. ما باخدش اكشان بسهولة. اه بكسل جدا. فكل واحد يكتب عيوبه. عيوبك اللي انت لازم تتخلص منها. اه يعني ايه الحاجة اللي انت او صفاتك او الحاجة اللي انت هتعتمد عليها الفترة الجاية. علشان تحقق هدفك. يعني مثلا اعايز اه اليوتيوب مثلا اشتغل على اليوتيوب. اعمل فيديوز على اليوتيوب. اركز. ايه الحاجات اللي لازم اركز فيها والحاجات اللي لازم اتحلص منها. يعني هقسم صفحة كده اجي صفحة قسمها ونصين. لازم اركز على الصفات الكويسة اللي فيك مثلا. انت عندك بريزنتشن سكيلز. عندك ببليك سبيكينجز. بتعرف تتكلم قدام الناس. واثق في نفسك. شكلي. اه مش عارفها. شكلي حالو. انظم لبسي. انظم طريقة اشتغل على جسمي. يبقى الحاجات الحلوة اللي انا عايزة يعني اشتغل عليها. او ان انا اعتمد عليها في تحقيق هدفي. يعني حاجة حلوة ان انا استثمرها. بعد كده الحاجات اللي انا لازم اتخلص منها. في سنة 2020 انا كراشة لازم اتخلص من ايه? من الكسل. من التسويف. انا عندي كرسة. كل يوم مثلا بقى عندي حاجة يعني النهاردة كانت قلت لازم اروح لدكتور السنين. عايز قلكن عندي مصايب سنين بعض اقلها. اقول ايه لا انا بقى خافة من دكتور السنين. فقل ايه? مش النهاردة بقى بكرة. واجي بكرة اقول لا الاسبوع الجاي. واجي الاسبوع الجاي. اقول مش مشكلة بقى الشهر الده الشهر اللي بعده. وشهر بيجيب شهر بيجيب شهر. انا مثلا عايزة عمل فيديوهات كتير جدا النقصاني. كل يوم اقول لا مش قادر اقومي لبس وحط مايكب. ليه بقى وجاء وبرد خليها. فيبقى انا لازم اعرف عيوبي اللي لازم اشتغل عليها. عشان اوصل لطريق اللي انا عاي مميزات. يعني وايه الحاجة اللي انا اركز بها. يعني انا مثلا برضو يبقى ديه حتة عيوبي ومميزاتي. فيه حتة التانية اللي لازم اركز عليها اللي انا عايزة ايه? ايه الشيء اللي هو The One Thing. اسمها The One Thing اللي هو الحاجة اللي لازم احط كل الفوكس بتها لها. يعني انا عايزة مثلا امنيتي انجح في شغلي. اشتهر. يبقى عندي بروجرام قوي جدا عن التليفزيون. انا بحب عمري قديب جدا يا جماعة. انا قدكت الطعام عمري قديب. ونفسي انا نفسي نفس عمري قديب. يبقى ده الهدف اللي انا عشانه هركز عليه. هشتغل عليه. هطور نفسي عليه. ممكن اضحي بحاجات تانية من اجل الوصول الى الهدف ده. عايزة اشتري عربية رانج روفر. عايزة وتأذر بقى الهدف بتاعك. اخص خمسين كيلو. عايزة ارتبط بالشخص اللي بحبه وهم او مش شايفني عشان انا دخينة. عايزة. ايه الهدف يبقى? لازم احدد الهدف بتاعي. او اللي هو الحاجة اللي انا هبقى فهول قدكت لها. اللي انا ممكن عشان ها اضحي بحاجات بحبها. اضحي بوقتي. اضحي بمجهودي. طيب نقطة تانية تطوير الذات اللي هو self improvement او development. بص طول ما انت عايش لازم تتعلم حاجة دي ده. لازم تطور من نفسك. يعني خلاص اقول انا 2021. 2020 دي طورت في نفسي بلا بلا بلا. يبقى 2021 انا لازم اكون افضل. لازم اكون احسن. لازم اشتغل على. وتأفر بانت عايزة تشتغل على ايه. عايزة تطور من ايه. عايزة تعمل بلانز. بتاعتك على ايه. ولازم تارف يعني يعني الحاجات اللي انت. يعني 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 بتطور نفسك. يعني بتطور نفسك مسلا في علاقاتك. مفي ناس ما بتاراش تكلم بتتكسب. في ناس عندها. إيه اللي ثقف نفسها. في ناس بتتقتأ في الكلام. لما يجي ويقعدوا قدام حد مهم بي. ومش عارفين يتكلموا. يبقى انا لازم اعرف انا محتاجة اطور نفسي في ايه. وحطة بلان. عشان اطور في نفسي. قادت مرة قدام المراية عشان ما تكسبش مسلا. عشان ما عندي ثقف نفسي. عشان اقف قدام الكاميرا ولو قدام الناس الجمهور بتاعي امسك المايك وابقى قاسد كده بتكلم مش خايفة ما تلاجلكش يبقى انا لازم افضل اطور من نفسي اطور من نفسي اعمل خطط مع نفسي الخطة بتاعتي عشان ابقى public speaker عشان اعرف تكلم قف قدام المراية على فكرة عادي جدا احيان بشاكل الكاميرا بعد اقول ايوا يا جماعة زيكم اخباركم ايه عادي جدا اشتغلوا على نفسكم وطور نفسكم في حاجة تانية برضو دي مهمة جدا ودي نقطة رقم اربعة انت تعرف ايه هو ال big pain بتاعك او اللي هي اكبر اسأل نفسك ايه اكبر pain عندي ايه اكتر حاجة مع السيفاني في حياتي هل هي شغلي ولا هل هو علاقات العاطفية ولا علاقات الاجتماعية ولا الناس اللي حواليها ولا الفلوس ام يعني لازم تبقى عارف ايه المشكلة pain اللي عندك علشان تشتغل على نفسك برضو ايه طيب في حاجة تانية يا جماعة عشان تحدد امنيتك عشان تحدد هدفك يعني مثلا انا عايز اعمل project مثلا السنة دي عايز اعمل مشروع انا نريد اسأل نفسي او فكرة عندي فكرة هل انا لو فشلت مئة مرة وانا بعمل الفكرة دي هل هفضل اكمل واعملها ولا هزها واسبها هل بعد ما افشل او ما نجحش فيها او انت مستعد تعمل ال project ده او الحاجة دي انا مثلا عايز ابقى يوتيوبر مشهورة جدا وابقى ساشل حاجة كبيرة هل انا مستعدة ان انا نفشل مئة مرة او اسقط فيها او اخسر فيها بس مع ذلك افضل عندي passion وافضل افضل مكملة فيها لحد ما اوصل للنجاح لحد ما اوصل لانا عايزة يعني لو انت اجابتك اوه اكمل بحاجة اللي انت بتعملها لو اجابتك لأ انت هتزهق ومش هتكملها فبالتالي لازم تعرف انت حابب ايه في حياتك لازم تعرف انت عايز تعمل ايه طيب ايه فزي ما قلتلكو لازم تشتغلوا على نفسكو لازم تكونوا رياليستيك يعني تكونوا منطقيين وتكونوا واقعيين ما يكونش عندكو high expectations ايه كمان لازم يبقى عندكو زي تحديس كده او او اعرفين انا اسمعتك كده او ريت كتاب يقولك لو انت مش بتعمل اوب ديت لنفسك زي الموبايل اعرف ان انت شخص مش ناجح يعني اشخاص الناجحين بيبقوا دايما updated دايما عندهم تحديس من اللي بيحصل جديد في الحياة دايما تحديس في كل حاجة في حياتهم اكيد تحديس في افكارك تحديس في قيمك تحديس في مبادئك تحديس في عادتك تحديس في تقاليدك تحديس في بقتك المحيطة فيك وكمان يعني لازم تعمل زي فلتر بقى البيئة المحيطة يعني دا احنا ممكن نعمل فيديو كده بداية السنة والبيئة المحيطة حواليك اعرف ان انت نتيجة اقرب خمس اشخاص محيطين بيك الخمس اشخاص او العشر اشخاص القريبين المحيطين بيك هما اللي بتحكموا في نجاحاتك هما بتحكموا في حالتك النفسية هما بتحكموا في طقتك الايجابية هما بتحكموا في سلبيتك فبالتالي يعني pick your people اختري الناس اللي مفروض تكون قريبة منك اختري الناس اللي حواليك لان هما دولت هياثروا عليك جدا جدا فدي من الحاجات المهمة اوية هعمل لها موضوع كمان يعني اقرب دايما من الناس الايجابيين اللي بيدوك power اللي بيدوك طاقة ايجابية اللي بيدوك بيشجعوك على طموحك بيشجعوك كده بيدوك زقق الامام ابعد لعن الناس الناجاتف اللي بيمتصوا طقتك فيه اشخاص كده احنا ممكن نوصفهم بان هما ممتصي طاقة الاشخاص دي بيشربوا الطاقة بتاعتك كده بصوا عايز اقول في النهاية ان كلنا ممكن ننجح كلنا ممكن نوصل لاهدافنا كلنا نقدر نوصل لاهدافنا يعني انت تستطيع وانا استطيع وهو يستطيع وهي تستطيع كلنا كلنا نقدر نوصل لاهدافنا لو احنا ركزنا لو احنا عرفنا ايه طموحنا النجاح مش حكرة على حد افتكروا يا جماعة ان النجاح مش حكرة على حد يعني مش ناس معالنة بتنجح والطرف تنجح والباقي ما بينجحش النجاح افيلب لكل الناس في موارد كتير قوي او تكفي الناس كلها انها تنجح استدور على الموارد دي وتعب ورز المجهود وتبقاش اتكالم وتبقاش اعتمادي الناس اللي نجحت دي على فكرة ما نجحس من اول مرة الناس اللي نجحت دي تعبت وشقت وجربت وفشلت وقامت فلازم يكون عندك الباور ان انت تكمل والباور ان انت تحاول وتجرب وتبذل مجهود ابتدوا السنة زي ما قلتلكو هات ورق وقلم حددوا طموحاتكو حددوا اهدافكو حددوا امنياتكو خلوا عندكو خطط مدروسة ازاي توصل الاهداف والطموحات دي راجع كل شوية خطتك راجع كل شوية طموحاتك خليك واقعي ما يكونش عندك احلم وكبر حلمك مفيش حاجة اسمها مستحيل اشتغل على نفسك طور من نفسك اجبر افضل كل شوية اجبر واجبر واجبر لحد ما توصل اقع وقوم تاني حليك محاط بالناس الايجابيين وصدقوا من يصدقوني هتوصل لحلمك بشكركم قولولي با يا جماعة ايه اكتر حاجة دا رجاء طلب شخصي مني ايه اكتر حاجة علمت في دماغكم في الحاجات اللي انا قلتها النهاردة وكل واحد يقولي نفسه في ايه امنيته ايه في سنة 2021 انا كراشا برج العزراء نفسي ان انا يبقى عادي بروجيكت نفسي كبر تشانل بتاعتي نفسي اشتغل يعني بروجرام كبير جدا جدا بقدر ان انا ساعد الناس فيه شكرا بحبكو اتمنى لكم سنة سعيدة سنة حلوة سنة مليئة بالطاقة الايجابية سنة مليئة بالاحلام المحققة ان شاء الله بإذن الله تانكيو باي باي مع السلام اعمالي شعر بقى كتير كتير لايحد محتاج يسمع الكلام ده والمرق جاي بقى هوريكم شكل الورقة بتاعتي وكل واحد يحضر ورقته ويقول لي عمل ايه ورقة 2021 تانكيو باي باي مع السلام